مرحبا بكم في قناة تحفة يوب للجزائر باندفاع متهورة ورأها حسب مسؤولين وسياسيين جزائريين النظامين المغرب والإماراتي اللدان تحالف لمحاولة الإدرار بمصالح الجزائر فالدور القياد والمؤثر للجزائر في المنطقة لا يعجب الإمارات لهذا تتعمد دعم أي جهة عدي الجزائر وفق شخصيات سياسية جزائرية وزنة والآن دخول مصر وقبلها تونس وليبيا وجنوب إفريقيا والعديد من الدول الإفريقية لتصدي لحملة التمرد الإفريقية وخاصة سائد الآن مصر لموقف مبادرة الجزائر في ليبيا وكد في العديد من القضايا أهمها السودانية تعد ضربة قاسمة للنظام المغربي الذي حاول تنفيذ مخلطات الإمارات بالنيابة وهذا بعد النقاش الذي جمع وزيري خارجية الجزائر ومصر حول الوضع في القطاع والوضع في ليبيا ومنطقة ساحل سحراوي كما أن مصر رفضت الانسياق بشكل مفاجئ وراء المخلط لإمارات داد الجزائر رغم العلاقات القوية بين مصر والإمارات إلا أن سيسي على ما يبدو لا يريد السير وراء بن زيد في معادته للجزائر لأن العواقب ستكون وخيمة عليه فالجزائر لم تسامح ولم تتسهل مع من يهدد ويضرب مصالحها ويعاديها إذ أنه حتى بن زيد رئيس الإمارات عند لقائه سابقا برئيس بون في إيطاليا لقي مباشرة توبيخا وضحا من تبون ويرفض إعادة العلاقات لأن الجزائر لا تنسى بسرعة ولم تعيد العلاقات بما أنها لا تزال تجاهد وتلاحظ تحركا إماراتيا لدى مصالح الجزائر خاصة ما تفعله في سودان وليبيا ومع بعض دول ساحل إفريقي لهذا بن زيد تحت أعيون الجزائر وأي استفزاز آخر قد يدفع الجزائر لعب معاقبته مباشرة وإن أراد بن زيد فعلا إعادة العلاقات كما قال فعله أن يمضي أشوة طويلة جدا أولها الإفتعاد عن حلفه مع نظام المغربي ضد المصالح الجزائرية إلى سحب يديه من ليبيا ومالي وسودان وكل منطقة فحلم بن زيد السيطرة والنفوط طاغي على إفريقيا لن يلاله مع إسرار الجزائر على تصدي لكل مخاططات ورفض تدخلات أجنبية في المنطقة تفاصيل حصرية تكشف عن اتفاق مستعجل بين الرئيس بون ومحمد بن زيد وهكذا سلطة الأدوء على النقاش بينهما ولماذا تجتمع على رأي واحد لإكمالها بداية مع المعلومات الحصرية التي تم التشبعناه بخطوة من رئيس الإمارات محمد بن زيد لإكمال نفس النقاش الهميق الذي بدأه مع الرئيس بون في إيطاليا أثناء قمت مجموعة سبعة وقررهما حسب ذات المصادر والاتفاق على إكمال النقاش في الزيارة المرتقبة لمحمد بن زيد قريبا جدا نحو الجزائر خاصة وأنه كان لفيسا للجميع دخول تنائف نقاش عميق جدا مستغلا كل طرف فرصة هذا اللقاء للحديث عن التوتر الأخير وكان حسب مراقبين حديث عن التوتر الأخير بخصوص الأزمة الأخيرة وتصريحته التي كانت أشعد جدلا وسع عندما اتهم الرئيس بون رئيس الإمارات بن زيد أنه وراء شرور عده ووراء تقريب عدد دول وأنه لن يسكت عن مؤامرتهم ضد الجزار وتحالفتهم التأمورية وضربهم عمدا لمصالح الجزار إذ كان حسبهم الرئيس بون في اللقاء الأخير واضح لومه وحتى غتابه وتوبخه نوعا ما لمحمد بن زيد متمسكا الرئيس بون بموقفه كما يبدو أنه وضع بعض النقاط على الحروف وكشف له على عجال الأسباب وما يجب إذا أردت هدئة مع الجزار وكما هو معلوم الوقت ذهب همهما في مرتين متسليتين إذ لم يكمل الحوار الذي يبدو أنه يجب أن يكون مطولا ليفرغ الرئيس بون كل ما في جعبته وبن زيد ليوضحه ويدافع عن نفسه ويجد أي مخرج للأزمة مع الجزائر لأن الجزائر كانت توعدته بالردع الصارم وحسب بذات المراقبين فإن محمد بن زيد والرئيس بون اتفق على إكمال الحديث والجلوس على طولة الحوار قريبا خاصة وأنه من الواضح أن بن زيد الذي حاول مؤخرا الحوار مع الجزائر والتهدئة عبر وسطه إما سعودية أو تركيا وقطرية بعد فشل كل محاولته تلك لجأة للحوار المباشر واستغلال هذه الفرصة ورح يهرول مباشرة نحو الرئيس بون للتودد له في مرتين متتاليتين خلال اجتماع مجموعة السفا لفتح الحوار بشكل مباشر واجتناب منفردا مع الرئيس بون للجلوس على طولة الحوار لإنهاء أي توطرات بين البلدين وإعادة العلاقات طبعا الجزائر متمسكة بشروطها لتمرير وإنهاء أهل التوتر الحاصل وهي بوقف الإمارات كل مؤامرتها وضربها للمصالح الجزائرية فالتوقف عن سياسة الاستفزاز والعدول عن كل تهم أمر ضروري خاصة التي كان وجاها لهم رئيس عبر المشي تنفون بوقف تام لكل مخاطراتهم وعدم تجوز خطوط حمراء كثيرة كما أن الزيارة الودية التي ينتظر أن تتم ويسمو الحديث عنها لها حسب مراقبين ستكون قريبة جدا وقد لجأت الإمارات لتهدئة وتصحيح وترميم خلافتها وعدم تصعيد في وجه الجزائر لأن أي تصعيد آخر يعلمون كيف سيكون الرد وأن الجزائر لن تسكت عنه مهما حدث السودان تعرضتها من جلدة لقناتير دهب المسروق للمرة الثانية وهذا ما طلبه الورهان من العمامرة وعمار بن جامع لعرض القضية محدثا ضجة كبيرة وهذا ما حدث بتفصيل حيث أن الورهان قائل الجيش السوداني يبدو أنه يعاول كثيرا على العمامرة وحتى منذ بالجزائر دائم في مجلس الأمن عمار بن جامع على إدار طلبه مجددا منها المساعدة لفتح القضية الأمم المتحدة وهذه المرة بخصوص ذهب السوداني وخيرات السودان الكثيرة التي قال الورهان أن حميد قائد دعم سريع ينهبها ويواجهها لدول أجنبية بينها الإمارات حسب تأكيدات الورهان في تهم تقيل يريد جربها المسؤولين الإماراتيين وحميتي للأمم المتحدة والمحاكم الدولية بتهم تقيل جدا متيرا جدلا واسعا خاصة وأن الأخير حمل كل ما يحدث في بلاده لرئيس الإمارات محمد بن زايد وطلبت أخو الجزائر لمساعدته كما أن الورهان يريد لعب على ورقة دعم الجزائر الدبلوماسيلا بحكم علاقته القوية مع رئيس بون ويقينه بأن الجزائر خاصة حاليا تمتلك تأثير دول كبير وتقيل حتى من الدور الهام للأممرة بمهمتين هما المهمتين هناك وكذا بخصوص الجزائر الأممرة المكلف أمميا بالقادية السودانية ويهدف من خلالها أن يوصل الإمارات للمسألة ولتوقف دعم حميتي خاصة وأن الأممرة يرأى أن دعم الإمارات المستمر لحميتي هو ما يجعل الأزمة تطول أكثر فأكثر أما قضية الذهب وتجدد اتهامات البرهان للإمارات فتعد سابقة أخرى خاصة وأنها المرة الدانية التي يؤكد فيها هذا الأمر ودعا لتحقيق الولي ومساندة لحماية خيرات سودان حسبه من نهب حميتي تفاصيل حصرية تكشف عن اتفاق مستعجل بين الرئيس بون ومحمد بن زايد وحكد سلطة الأدوء على النقاش بينهما ولماذا تجتمع على رأي واحد لإكمالها بداية مع المعلومات الحصرية التي تم التشبه عنها بخطوة من رئيس الإمارات محمد بن زايد لإكمال نفس النقاش الهميق الذي بدأه مع الرئيس بون في إيطاليا أثناء قمة مجموعة سبعة وقررهما حسب ذات المصادر والاتفاق على إكمال النقاش في الزيارة المرتقبة لمحمد بن زايد قريبا جدا نحو الجزار خاصة وأنه كان ذفيسا للجميع دخول تنائف نقاش عميق جدا مستغلا كل طرف فرصة هذا اللقاء للحديث عن التوتر الأخير وكان حسب مراقبين واضحا أن بن زايد سارعا للحديث عن التوتر الأخير بخصوص الأزمة الأخيرة وتصريحته التي كانت أشعر جدلا وسع عندما اتهم الرئيس بون رئيس الإمارات بن زايد أنه وراء شرور عده ووراء تغريب عدد دول وأنه لن يسكت عن مؤامرتهم ضد الجزار ترجمة نانسي قنقر